غرات الروسية متواصلة على الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود منذ انسحاب موسكو من اتفاقية الحبوب حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أكد أن موسكو قصفت البنية التحتية لأحد الموانئ في أوديسا باستخدام صواريخ كاليبر من غواصة في البحر الأسود ما أصفر عن مقتل حارس وإلحاق أضرار بمحطة للشحن من جانبه أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه لم يتمكن من إسقاط صواريخ كاليبر لكنه أعلن إسقاط ثماني طائرات مسيرة في مناطق أخرى من أوكرانيا في المقابل كشف جهاز الأمن الاتحدي الروسي عن العثور على آثار متفجرات على متن سفينة أجنبية متجهة من تركيا إلى روسيا لتحميل حبوب موضحا أن السفينة دخلت في السابق ميناء أوكرانيا في ثاني إعلان من نوعه هذا الأسبوع وكان جهاز الأمن الاتحدي قد ذكر لاثنين الماضي أنه تم العثور على آثار متفجرات على متن سفينة أخرى أبحرت من تركيا إلى ميناء روستوف أندون في روسيا لتحميل حبوب يأتي هذا وسط تحذيرات أممية ودولية من تداعيات قصف الموانئ الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي ومن جانبها كشفت الولايات المتحدة أنها تعمل مع أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لحل مسألة تصدير الحبوب عن طريق البر وأقرى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بأن تلك الآلية لن تكون بنفس كفاءة تصدير الحبوب عن طريق البحر الأسود اشتركوا في القناة